عدنا أن في أشقة السياسية اليوم بلينكين في إسرائيل وسيجري سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين الإسرائيليين سواء السياسيين أو العسكريين ماذا في أجندة هذه اللقاءات وما المحاور التي من المفترض أن يناقشها بلينكين مع المسؤولين الإسرائيليين يحيى بلينكين وصل إلى تل أبيب ليلة أمس واللقاءات سوف تكون هذا اليوم مع عدد من المسؤولين الإسرائيليين منهم الرئيس الإسرائيلي وكذلك وزير الخارجية ورئيس الوزراء بن يمينة نياه بالإضافة إلى الاجتماع سيعقدهم أعضاء كبينة الحرب وينقل معه الرسالة التي تلقاها من جولته في عدد من الدول العربية بالإضافة إلى تركيا التي زارها قبيل وصوله إلى تل أبيب وسائل العنام الإسرائيلية قد تحدثت وقالت بأن بلينكين يصل تل أبيب ويريد أن يستمع إلى إجابات حول بعض القضايا الخلافية مع إسرائيل القضية الأولى سوف يطلب بلينكين من الجانب الإسرائيلي الانتقال إلى المرحلة الثالثة من العمليات العسكرية في قطاع غزة والسماح لسكان المناطق الشمالية بالعودة إلى منازلهم وكان بلينكين قد ربط عودة هؤلاء إلى المناطق الشمالية مع تهديد الجبهة الشمالية مع حزب الله لأن هاتين الجبهتين بحسب واشنطن مرتبطتان بعضهما ببعض التهديئة في غزة يعني التهديئة في الجبهة الشمالية مع حزب الله وكان المسؤولون الإسرائيليون وعلى رأسهم رئيس أو وزير الأمن أو أفغانت وكذلك المتحدث باسم الجيش كان قد أعلن بأنه تم الانتقال إلى المرحلة الثالثة من العمليات العسكرية لكن هذا الانتقال لا يعني وقف العمليات في خان يونس ودير البلاح في المناطق الجنوبية من قطاع غزة العمليات هناك بوتيرتها الحالية وشدتها هذه سوف تتواصل حتى تحقيق الأهداف ومن ضمنها الوصول إلى الأسرة المحتجزين في تلك المناطق وكذلك اغتيال قادة حماس حيث تقول التقارير الاستخداراتية الإسرائيلية بأن الأسرة وكذلك قادة حماس يتواجدون في أنفاق في منطقة خان يونس أيضا سوف يتم مناقشة اليوم التالي أو مستقبل قطاع غزة مع المسؤولين الإسرائيليين هناك خلافات جذرية حول هذه النقطة بالتحديد واشنطن تريد للسلطة الفلسطينية أن تتولى زمام المسؤولية الأمنية في القطاع على غيران الضفة الغربية لكن إسرائيل ترفض ذلك رفضا قاطعا ونتنياهو كان قد أشار عدة مرات بأنه لن يسمح للسلطة الفلسطينية أن يكون لها أي دور في إدارة شؤون قطاع غزة أيضا يتم بحث التطورات والتوترات في أراضي الضفة الغربية لا سيما بعد الاقتحامات المتكررة والاعتداءات المتواصلة من قبل المستوطنين الإسرائيليين بحماية قوات الاحتلال في مناطق الضفة الغربية واحتجاز إسرائيل أموال الضرائب أو أموال مقاصة وعدم تسليمها للسلطة الفلسطينية الولايات المتحدة الأمريكية يحيى تخشى من تفجر الأوضاع أكثر في الضفة الغربية وأنهيار السلطة في حال لم تتمكن من دفع رواتب الموظفين وبالتالي سوف يكون هناك ضغوط على إسرائيل من أجل تسليم أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية لدفع رواتب الموظفين وأخيرا يحيى سوف يتم مناقشة أيضا الجبهة الشمالية مع لبنان وسعي الولايات المتحدة الأمريكية إلى عدم توسيع رقعة العمليات هناك لا سيمة بعد التوترات المتصاعدة على إثر إغتيال إسرائيل صالح العروري في الضاحية الجنوبية في بيروت هناك خشية من توسع رقعة المعارك وتحولها إلى حرب إقليمية وهذا الشيء لا تريده الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الفترة أشكرك جزيلا الشكر على كل هذه المعلومات عدنان جوان مراسل تلفزيون العربي كنت معنا من القدس المحتلة